اشتركوا في القناة بحسب ما نقلهم مراسلنا في سوريا شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن سبع غارات جوية على معسكر استراتيجي تابع للحوثيين في محافظة تعز جنوب صنعاء وقال المركز الاعلامي لقيادة محور تعز العسكري ان طيران التحالف استهدف مواقع الميليشيات وسط معسكر خالد بن الوليد وفي محيطه من دون ذكر ما اذا كانت الغارات قد اسفرت عن خسائر ام لا افاد مصدر محلي في نينوان سلسلة انفجارات عنيفة هزت الضواحي الغربية لقضاء تلعفر غرب الموصل بعد قصف جويا استهدف مبنى تبين فيما بعد انه يضم كميات كبيرة من مادة سيفور شديدة الانفجار والتي يستخدمها داعش في صنع العبوات المتفجرة وتفخيخ المركبات وصنع الاحزمة الناسفة قضت محكمة مصرية اليوم باعدام ثمانية وعشرين شخصا دانتهم بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات في القاهرة قبل عامين بعد ان احالت المحكمة اوراقهم الى المفتي قبل نحو شهر وصدرت احكام الاعدام بحضور خمسة عشر متهما فيما قضت بالحبس خمس عشرة سنة بحق ثمانية متهمين وبالحبس عشر سنوات بحق خمسة عشر متهما وعقوبة المؤبد في مصر هي السجن خمسة وعشرين عاما خطف سبعون قرويا افغانيا من قريتهم الواقع على الطريق الرئيس جنوب افغانستان فيما قتل سبعة منهم على الاقل وفق ما افاد قائد الشرطة الاقليمية في قندهار والذي اتهم متمردي طالبان بهذا الهجوم واضاف قائد الشرطة انه افرج عن ثلاثين قرويا لكن لا معلومات حتى الان عن باقي المختطفين قال متحدث باسم طالبان الافغانية ان نجل زعيم الجماعة نفذ هجوما انتحاريا في اقليم هلماند جنوب البلاد وقال المتحدث باسم الجماعة في جنوب افغانستان قال ان عبد الرحمن البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما لقي حتفه بعد ان قاد سيارة محملة بالمتفجرات ذكرت خدمة الانقاذ البحري الاسباني انها انقذت سبعة وخمسين مهاجرا من قاربين حاول عبور البحر المتوسط من المغرب حيث وصلت خدمة الانقاذ للقارب الذي كان يحمل اربعة رجال مغاربة في مضيق جبل طارق بعد ان رصده الحرس المدني الاسباني وبدأ الاربعة في حالة صحية جيدة ونقلتهم سفينة الانقاذ الى الشاطئ الى اللباء